احنا قلنا 19 وكالة اسفار تم غلقها من طرف وزارة السياحة بعد حملة مراقبة الجودة وذلك لعدم ملأمتها مع كراسي شروط المنظمة للقطاع 19 وكالة اسفار كيفاش لخبار هيدا تلقيتوه انتوما كاهل القطاع والله احنا تلقينيه باستغراب شوية علش علش لانه انا اللي عندي لانه توقع مراسلات بين الادارة والجامعة في مسألة كل غلق يقع والعدد اللي عندي هو 13 موكالة اسفار ليقعها غلقة معديش 19 جالبارح بركة حضرنا مكتوب باش نسأل ستة الاخرين وين وزيد كنجي نشوف على 13 اللي عندي فما التسعة اسباب الغلق هي توقف النشاط لمدة فوق السنة والاربع الاخرين اخلال على مستوكرة شروط صحيح مثلا عدم توفر ضمن المالي نجم نفهم حاجة الأولى اللي تطمني كرئيس جامعة هو انه ما فهماش غلق لاسباب لقدر الله متاع تحيول ولا عدم القيام بالواجب تجاه ماناها اي حريف ولا هذا مهم جدا يعنو نظافة مطلوبة نظافة مطلوبة في العملية لكن من شيئة اخرى نستغرب لما يكونوا تسعة وكالات من 13 مستكرين على توقف نشاط لأكثر من سنة ماش حاجة بصراحة نفتخروا بها باش نقولوا احنا سكرناهم هم سكرين خلقي معنا اي معنى هم سكرين ورسلوكم اي لا مو لما الوكاة الاسفار تتوقف عن نشاط لمدة اكثر من سنة فما دي بروسيديور بطبيعة الحال يزم غلقها قانونيا يعني هو يجب يكون مسكر لانو ميخدمش لكن قانونا يزم هتتتسكر ذات القانون عندهم عام سكرين ومعنى هم مش شنووين ان شعودي حلو ومغارليش والاخرين قلتوا ما تعرفوش معنى هل يفهم لا ما عنديش ما عنديش انا عندي طلبة اش بركان اثبت يجب كنو ما رسلوكم شرع يجب كنو ما رسلوكم شرع يجب كنو ما رسلونا في هالحالة هذه زادنا نستغرب اكثر الممو فروض بطبيعة يزم يرسلونا بطبيعة الحال بطبيعة الحال يزم نعرف السببه متاع تسكير غلق اي وكلة اسفار انا جامع انا نقابة مهنية نقابة وكلة الاسفار اذا كنفهم غلق اذا نعرف عليش خاصة اني نقول لك حاجة مانا احنا في الموضوع اذا يحل الباب احنا عنا عديد المرسلات مع الادارة فيما يخص مثلا بعض وكلة الاسفار اللي هي مش داخلة في المنظومة القانونية اللي هي عاملة مشاكل وطلبناهم انهم بشي يشوفوا ما حل معنا سادهم وما زال ما فهم شيء عنا مشاكل اخرى وكلة اسفار عاملة مشكل وكلة اسفار ما هيج مثلا نعطيك مثال احنا في الضمان المالي الضمان المالي هي هالذية كوندوسيون ديكزيرسيس ديكستانس في كرة الشروط الضمان المالي هذا يكون يا خمسين الف دينار كوسيون بانكير الفايت لدارة مباشرة او اسيرانس كوسيون اسيرانس عن طريق الكنترات ريبرتيت اللي عملته الجامعة تونسية مع كومباني داسيرانس مع الوانتيتي فما ناس ما هم مش عاملين لهذي 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 هم قاعدين يعملون وعلمنا عمليهم لدارة من المفروض انه ياخذوا فيهم الاجراءات وعليش لانه تقول انتي عليش ونقول لك خاطر ليندي دي بارمتاحا مش كمزهم ولائهم مكشي مبينهم الستة هذو ما معنى لا لا منعرف انا اشنو اشنو عندي مبينتهم وش الستة فما موضوع اخر وبكر خلينا في نقطة خلنفه معنى اليوم احنا في تسعة جويليا وهالقرار هذي فيه نوع من الفخرة من وزارة السياحة معنى بانها سكرت تسعتاش من وكالة اسفار وعاملت تحت من تصنيف ثمانية نزل في قلب السيف هذا نقول لك حاجة انا يظهر لي الكومينيكي بتاتر بتاتر جو ديري ما اللي بيلي لعلى لعلى لانه ما نتصورش اللي هو يقصده جستو ما بوش يفتخر هي في اطار في اطار الحرس على الجودة والكاليتي كمكوا هانو مش نجمع المخالفين هانا سكر نيرا لكن هنا يجب نقراه انتو ليني علش سكرت عليش حسب رايكس نجي ومثلا نشوفوا وكال الاسفار نلقاوا تسعة باقي المصرنا على تلوتاش مش على تسعتاش انا عندي تسعتاش انا وانا نقول لك عندي كان تلوتاش تسعة ذو ما تسكروا لانه توقف نشاط متاعهم بالنسبة لي ان نشاط تاعهم موقف عام كامل اي زي مني نبحث في الاسباب والاسباب معروفة اسباب هي نقص الخدمة دوك مش تسكره هو مسكر دي جا دوك مش متاع دوك تقول انت كان مفروض انه الوزارة تعايت الناس هذوما وتقول لها مش بكم شنو وضعيتكم شنو الحل تعايت الجامعة تحكي معها شنو وضعيتهم من ناس هذوما عليش هما اليوم معناها فما حاجت مخلين بيكوا راس الشروط شنو والاسباب خسرهم مفيش سرقة ولا مفيش تحيول على مواطن كما قلت انت ولا ولا غيره دوك عايت لكم ولا لا لا فما الامور كل سمعني والمشاكل كل اللي عارفوها اللي دارة ماش غايب عليهم نعرفوها ناس كل نعرفوه احنا علش ناس قاعدة تعاني علش ناس قاعدين ما قدروش يختموا علش فما نقص في الفري توريستيك نعرفوه عايشينو هذي نعرفوه احنا علنا مشاكل اكبر من هكا اكبر من هكا احنا شاسمهم شركات الخدمات اللي قاعدين داخلين معناها لانهم ما يوفروا حتى شي من من اللي كونديسيان ديكزيستانس اللي يوفروا موكي الاسفار واللي رسلنا فيهم الادارة عشرات المرات يقول لك شي قولك ما عدناش سلطة عليهم معنا في اللخر شنلقينا نلقينا شركات الخدمات هذية تنافس في وكالات الاسفار بطريقة غير شرعية وحتى حد ميجمع ملاحق وكال الاسفار اللي سمعني منطر الباناتيز ما انا جد بوه هو اللي يزيد ونساكره ايه مش رتاح هو ساكر بطبيعته جدت له زارة ساكرت له ايه ايه اذه اللي يرتاح مبارش حاجة هو مرتاح هو مرتاح مرتاح او انا قدتك تقرار قرار اخذاه هو ساكر روح هل لديك فكرة عليهم؟ لا لدي فكرة على الوطلة لكن هذه ليست شيء غريب يعني أربع سنين والوطلة تكر في العصر أربع سنين من الثورة والوطلة تكر في العصر معنى السيطيات سوديقراد من عام العام شي طبيعي انك مش تلقى ناس مخلين بالجودة وغيره ونقول لك حاجة إذا كان تسكروا ثمانية فأنا أكد لك فما يمكن اكثر من خمسين إذا ما تسكروا لا أكثر من خمسين إذا ما تسكروا لا أكثر من خمسين إذا ما تسكروا لكننا نعكز وتعكيز والأمور ليست تتعكر ليست تتعكر كيف وضعيتكم؟ هل الموسم السياحي سناء؟ كما وعدت الوزارة أو كما الأهداف من الوزارة أن نصل حقه سبعة ملايين سايح يأتي إلى تونس في 2014 كامل لا صعيب ياسر ومستحيل سبعة ملايين وذي أنا كنت صرحت به منذ مدة طويلة قلنا إذا كان نخلطه نعمله كي ما عمناه تمام به وذي الأسباب موضوعية راه ما يشمتها واحد تجم تحط نوبجيكتيف أوبتيميست باش تحب تهزل المورالي سيبيان ما يفهم الحقيقة الحقيقة حسابيا كيف حسابيا؟ أنت لما تحكي على فليتوريستيك تنحي الجزيرية والليبيا التي تقريبا يتنونا في 50% من التوريست يدخلونا 50% الأخرين كلهم يأتي بالطيارات المرشين يأتي بالطيارات كلهم يأتي بالطيارات فهنا لا يفهم نعرفوها نعرفوها من شهر فيفري نعرفوها كنا نقول لك من أول العام كنا نرى كنا نرى كنا نرى نرى نقطة ورجع الستر زيد على هذا الوضع الأمني ولو تحسن نسبيا في تونس ما تحسنش عند دجارة ليبيا وعنده تأثير خيب برشا وليصار في زادة في دار وزير الداخلية وغيره الوضع البيئي ألو لا معناها تهلكنا بشينا اليوم أنا فهمت المعنى بتغنيت كافون هذه الزبلة في البوبالة بالحق احنا نعيشه اليوم في تونس كالزبلة في البوبالة حاشاكم حاشا سامعين زيد عليها المشكلة الشسمهم اليوم كالصورة متاع تونس تمست بشاو 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 الباليار بشاو اسبانيا بشاو المغرب بشاو التوركيا دوك مش بسهولة بش يرجع يجيك روه مش عند وقروسة هوا ينزل يخولها يتاوبش نهز التوريس نجيبهم لك لا المسألة تاخذ عامين وثلاثة بشاو دي رجع لك تحب الوقت وتحب الو فلوس لانه بشي جي هو شماني يجي بشي كري طائرة بشي خلص بشي خلص بشي خوريسك يزمك ديموانيان فنانسي كبار انتي باش تبرتاجي مع ريسك هذاك باش تعود تقنع بشي جي وممتون الصورة متاك تتحسن عنا شي يمشي يوم بارالي صارش هذي مصارش احنا بيجي متاعنا ضعيف معناش فلوس مش نعملو شاي هذي زيد انتي عندك رمضان في 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 عز جويلة زيد عندك عام تاكوب ديموت منجموش نواخرو هذا لحقوم منجموش نواخرو ناديك في صورة وبرا مانا فكرة عالموضوع هذا كله يخلي اللي الطموحات حاجة نحب ونوصلوا حاجة ولواقع حاجة أخرى كيناء عمودوا كي عمودوا ما انتسمى به قاديش مانا عمودوا المعتنة او 60 ملاعين ومائة وثمانة وثمانة وستنين الف الثنان نعمل قطان زيت شوية ان شع الله مجلق سنتين معنا احنا قعدنا في النفس تقريبا l'iشيف الرهوم تعمق قبل ثورة روو ستملين ونصف ستملين من عشر عمودوا المتاع ملحون ستملين ونسف ملحون عمودوا ببيع كرارة المهم موش العدد لقد أصبحت شرارات المحطة سيحة 6 ملايين ومعادل المعادل ومن قاعدها اكثر وهذا المهم هو كيفاش نطوله في المدة اقامة كيفاش نخليه مكتوبه ان يخلص ولم يسمى بل التودوفويت احنا ليس صنعه في بوتونس نقوله نجيبه في سايح بودورو. يا سيدي احنا سايح بودورو كي يجي لتونس ما يجيش مغير فلوس. يجي اقل شي اقل شي في دو في يجيبه مئتي نورو. ما تفقينش. اوه. ايش نوراي كل مئتي نورو هذوكم البعض منو يروح مئة وخمسين نورو لبلاده. يهاو هذو ما مئة وخمسين نورو وضربهم في معاش قداش شو قداش فلوس. بارك الله وفيك. اخو يا تسايح بودورو نحي يوملو المئة وخمسين وروه وتكلم بروحك نحي يوملو مكتوبه اذوكم نخلي يصرفون. اختنا من لغة سايح بودورو سايح وشو. ينتي يان كفابل باش تصرفوا فيهم. شو بشي يجيب زيرو وروه. ازي نعم. ايه فاما برشة حاجات معناها ما نتكلم. فاما مسألة اخوة انتي قلت نصف معناها ستة ملايين هذو ما ومئتين شتارهم جايين من جيراننا. كيين. ليبيا والجزائر. عدد كبير من ولا ولا ليبيا ما يسكنوا في الوطلاء. تطفي. ذاك مشكل اخر. لا يسكنوا في الوطلاء ولا يستعملوا مثلا معدات النقل متاعنا ولا يخرجون او لا يمشيوا للمتاحف ولا نستفادوا منهم باي حال من الاحوال. كمام جيراننا واخواتنا ويدخلوا في العملة صعبة. اي لا ويدخلوا في العملة صعبة. اي اي اي. لكن ماناش قاعدين نستفادوا منهم احنا كمهانين. فما البعض نستفادوا بجزء. ما اجل ما نقول لك انا ثلاثين في المئة منهم. اي. يمشيوا نركزوا على عدد الليالي المقضات. ورسيتون دفيس. اكثر منه العدد. واضح. اه 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 محبوشك كبير شاسيمو حمد اليتوم. يلا سالجامعة توسيري وكالات الاسفار. بركة الله وفيك. مغير مزي اكا تسمح لي جسد اه اه قليما. فما في المشروع الميزاني اه تكميلي. اللي مشي يقترح على مجلس تأسيسي للتصويت. فما مشروع متاع اه اعفاء وكالات الاسفار متاع ولايتين توزروا وكبللي. من دوين المدخل ده متاحهم بالنسبة للسين اساس من بتاع تسعة وتسعين حتى لكاتريم تريميست عالفين وثمانية وهذا هي تصحيح وضع راه نظر للناس هذوم الظلموا في وقت بنعلي مقارنة بصحاب النزل وان شاء الله المجل تأسيسي يوافق في المسألة هذه باش ناس هذوم يرجلهم حقهم لانو استرداد حق حاجة اخرى ثلاثين دينار تاكز زادة لبريفي على سختي فهمني ولو يشتعوذ اللافين فرنك بتاع نويته حاجة باها ان شاء الله اتم حبيناها عشرة اوروالونتري احنا فكروا هما ثلاثين دينار في الخروج باقي خير ملالفين فرنك وربي سهل وشكرا لك